السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللعيب على MBC مصر مبروك لكل مصر مبروك لكل جماهير مصر مبروك لمنتخبنا الأولمبي مبروك لعبتنا كابتن شوق غريب كل اللعيبة الجهاز الفني الجهاز الطبي الجهاز الإداري الجمهور الكبير اللي مالأ أستاذ القاهرة طبعا يمكن تهنئة لسه من سيادة الرئيس عفتاح أسيسي لمنتخبنا الأولمبي الأولمبي بيهنقه طبعا بصعوده إلى أولمبيات توكيو 2020 الفرحة حلوة الفوس حلو المنتخب حلو إن شاء الله كرة مصرية في تقدم إن شاء الله كل حاجة هتبقى حلوة ومعانا كابتن إكرامي نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني ونجم مصر اللي كان قاعد النهاردة حظي بقى أن أنا كنت بتفرج على المطشنة وهو يعني ضربة الجزاء بتاعات رمضان ما شافهاش شافها في الإعادة بس زال كابتن وألف مبروك وأنا مبسوط قوي 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 أن الجمهور المصري العظيم اللي كان في الاستاد اللي كان نفسه يفرح وفرحة متأجلة من شهر ستة النهاردة منتخبنا الأولمبي بيفرح كل جمهير مصر أنا بص قبل ما نتكلم بقى يعني أنا طبعا سعيد جدا موجودة معاك أنا حاسس بي يا صبرو عالية أنا حاسس بي أنا عندي انفاجآت النهاردة جامدة جدا 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 طب سبنا الكلام أنا سعيب هو ما أنت مش عايز تتكلم أنا سعيد طبعا موجودة معاك بقى لي فترة حبيبا ما ظهرتش معاك يعني ومبروك الشعب المصري ومبروك لي أنا شخصيا الانجاز اللي اتحقق النهاردة عشان طبعا انت عارف ليه وبعد انت تتكلم انت براحتك بقى النهاردة أول ما رمضان حطت ضربة الجزاء رح تعمل تليفوناتك على طول آه طبعا يعني لأنك في مشكلة كانت في البيت في انجلترا ما كنتش عارف ان هما بيتفرجوا على المباراة وعارفوا يوصلوا لها يعني وطبعا بلغتهم ان رمضان جاب جنف قالت لي بحفت عارفين بلتفرج على المباراة كانت فرحة كبيرة طبعا آه طبعا مبروك طبعا زين الوش الخير ووش السعب علينا الحمد لله يعني ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله الله أكبر يعني وش حلو على رمضان وعلى حبيبة وعلى مصر كلها وعلينا كلنا آه وعليكم كلنا طبعا طبعا ليلة كلها اشتركوا في القناة